مرحبا يعطيكم العافية والسلام للجميع اليوم نعمل شوية تحديثات عن بيروس الكورونا في البداية بدي أشكر صديقي ورفيق الدرب الدكتور علي الوعري من مدينة موخان هو أخصائي جراحة صدرية وأمراض تنفسية موجود في مدينة موخان ودائما بعطينا معلومات أول بأول في الفيديو السابق أعطيناكم معلومة للأسف كانت يمكن مش صحيحة 100% كان في حالة ولادة والولادة هاي المرأة أو الأم كانت حاملة للفيروس الكورونا والحمد لله الطفلة ما كان عندها الفيروس فكان في مبشر جيد أنه ما بنتقل من الأم للطفل للأسف دكتور حكالي أو حدثنا بمعلومات أنه في حالتين في مدينة موخان الأم كانت حامل وكان مصاب بالفيروس والطفلين اللي ولدوا في المستشفيين المختلفين كان معهم هذا الفيروس فهذا يعني صار فيه تناقض في الحالات عشان هيك بترجح أنه ممكن ينتقل الفيروس من الأم إلى الطفل الآن فحبيت بس أحدث لكم هاي المعلومة الأولى وهاي المعلومة المهمة المعلومة الثانية ربنا نحكي عنها أنه الناس الآن عم تتداول فيديوهات ومعلومات أنه سبب فيروس الكورونا أنه الصينيين بوكلوا حيوانات غريبة ومختلفة لا أنكر ولا أشكك في هذا الموضوع أنه الصينيين فعلا بوكلوا هذه الحيوانات لكن يا جماعة لازم نفهم شغلة أنه الصينيين بوكلوا هاي الحيوانات منذ ألاف السنين مش المبارح ولا اليوم فهذا مش هو السبب الحقيقي للفيروس نمبر ون نمبر تو أي شعب في العالم عنده شغلات غريبة بوكلها وكل شعوب العالم عندها شغلات غريبة بتوكلها وحتى لما تيجي تحكي مثلا لصيني أنه إحنا بنوكل الضب مثلا في دول خليج يمكن يستغرب كيف أنت بتوكلوا هذا الحيوان يمكن تحكي الأمريكي أنه إحنا بنوكل الضب يمكن يستغرب فلازم الواحد ينتبه في نقضه للشعوب الأخرى وفي كلامه عن الشعوب الأخرى لأنه كل شعب عنده عاداته وتقاليده في شعوب مثلا إحنا في شمال الجزيرة أو في بلاد الشام والعراق بنوكل الكوارع والمصارين والعراق ومصر يعني الكوارع والرجلين يعني فيه ناس ممكن تغرف كيف أنت بتوكلوا رجلين خروف ولا الرجلين بقرة يا جماعة وشو اللي فيها بتاكة يعني بديش أنا أقعد أحكي بالكلام هذا لكن في كل شعب في العالم عنده شغلات الصينيين فعلا عندهم أشياء غريبة بوكلوها بس بدي أحكي لكم شغلة أنا عيشت في الصين عشر سنوات هذه الشغلة مش كل الصينيين بوكلوها هاي الديلكاسي يعني شغلة لازم تكون معك فلوس وغني وآتوف كورياسيتي يعني من حب الاستطلاع معظمهم بوكلوها لأنها غالية جدا الشغلة الثانية اللي بدنا نركز عليها إنه الفيروس هذا ما بنتقل في الطعام يا جماعة يعني لو الفيروس دخل عجسمك عن طريق الفم وراح على المعدة بموت في المعدة لأنه عصارة المعدة قوية جدا بتقتل الفيروس هذا هذا الفيروس لازم ينتقل عن طريق الريسبوراتوري سيستيم أو جهاز التنفس يعني الكونسبت تبعه ما بنتقل عند الطعام انتقل هو الثيوري اللي موجودة أو اللي بنحكي فيه الآن إنه انتقل من الخفافيش والخفافيش حامل للكورونا فيروس ومعروف بانتقل لحيوان آخر يقال أن الثعبان لم يحدد إلى الآن هذه الحالة وانتقل من هذا الثعبان سواء كان حي هذا الثعبان أو تم ذبحه أو قتله حديثا انتقل إلى الإنسان وهذا صار بنفس الحالة لما انتقل من الكورونا انتقلت من الخفافيش إلى الجمال ومن الجمال إلى الإنسان لما صارت في الميرس في دول الخليج العربي فالموضوع يعني ما ليش احنا بنوكل الجمال يا جمال احنا مش الموضوع في الأكل الجمال الموضوع انتقل من جمل حي إلى الإنسان وهذا نفس الاشي انتقل من حيوان حي إلى الإنسان الآن لسه هذه النظرية اللي محكي فيها فبس حبيت أبين أنه مش أكل الحيوانات الغريبة هو اللي بيسبب الفيروس الموضوع هو انتقاله من حيوان حي أو التواصل مع الحيوان الحي إلى الإنسان عشان هيك هلا بيحكولك انه تنتبه من الحيوانات الغريبة اللي مش موجودة في مزارق انك تتواصل معها خوف انه يكون واحد من الخفافيش اللي مصاب بهذا الفيروس عض حيوان وينتقل من هذا الحيوان الإنسان لأنه عادة هذا الفيروس ما بنتقل من حيوان لإنسان لكن لما يصير في عنده تغييرات أو موتايشن تغيير في الطفرة الجينية تبعته بنتقل من حيوان إلى إنسان هذه المعلومتين اللي حبيت أذكركم فيها أو أعطيكم إياها اليوم في تحديثنا عن موضوع الكورونا قد يأتي أو يعني في حكي كثير عن هذا الموضوع لكن حبيت أعطيكم أو أقطع لكم الشك باليقين وفهمكم شلي لأن الناس بتحكي فيديوهات وكلام فخلينا نكون واقعيين وعلميين ومنطقيين في تفكيرنا وسلام للجميع السلام عليكم لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تجي علنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله من فضلك فعل الجرس ليصلك كل جديد ترجمة نانسي قنقر